قد يظن المصاب أنه يعاني من إنفلوانزا، وقد لا يعلم أبداً أنه مصاب بالمرض، لكن المرض خطير جداً. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدوى فيروززيكا الذي ينتقل عبر البعوض يمثل حالة طوارئ دولية ويهدد الصحة العالمية. الإعلان ليس عادياً، فهي المرة الرابعة فقط التي تعلن فيها المنظمة حالة طوارئ منذ عام 2007. فعدوى زيكا بدأت تستفحل بصورة شديدة في الأمريكيتين بعد انتشاره بـ 24 دولة أهمها البرازيل، ومن المرجح أن يصيب نحو أربعة ملايين شخص بحسب المنظمة. الوباء ليس جديداً، لكنه كان محصوراً في إفريقيا وآسيا في الخمسينيات، ليظهر العام الماضي في شمال شرق البرازيل، ومنها ينتشر في بقي أنحاء أمريكا الجنوبية. انتشار المرض تزامن مع تحذيرات للبرازيل قبل أشهر بارتفاع غير عادي في عدد المواليد المصابين بصغر حجم الجمجمة. الأمر الذي ربطه باحثون بفيروس زيكا لينشر الفيروس المخاوف إضافة إلى المرض، خصوصاً أن هذا المرض يؤدي إلى إنجاب مواليد بأدمغة غير مكتملة. لكن المنظمة نفت وجود أدلة علمية قاطعة على ذلك حتى الآن. أوروبا وآسيا ليستا بعيدتين عن مرمى المرض، فالبرتغال كشفت اليوم عن خمس حالات إصابة بالفيروس. لدينا حالات في إيطاليا وجنوب فرنسا وجنوب إسبانيا، ما يعني أن هناك أنواع من البعوض استطاعت أن تتكيف مع الطقس هنا. وهذا يرفع من مخاوفنا بشأن هذا المرض الذي يجب أن نتعامل معه بحذر. الحوامل أن أكثر عرضة للمرض، فالعدوى بالفيروس قد تفضي إلى أجنة مشوهة. لذلك طلبت عدة دول أمريكية من النساء تأجيل الحمل. أما اليابان، فقد دعت النساء الحوامل إلى عدم السفر إلى الدول التي ينتشر فيها المرض. منظمة الصحة العالمية التي تعرضت لانتقادات بسبب بطء استجابتها لمرض إيبولا، سرعت هذه المرة إلى إعلان حالة الطوارئ، وهي تسعى إلى البحث عن لقاح للمرض. لذلك أطلقت شركة فرنسية مشروعاً لتطوير لقاح في أقوى التزام من نوعه حتى الآن لمكافحة المرض. اللقاح، وحسب مسؤولين، لن يتوفر قبل عدة سنوات. يخشى خلالها أن يولد مزيد من الأطفال بجماجم وأدمغة صغيرة. ترجمة نانسي قنقر